السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نجلاء الحميدي من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. نهرت بازن الله احنا عمليه مع بعض ملتو بلد شوكولت. لون رد على رأي جودي. آآ علشان آآ بينك. بينكي بينك. آآ علشان آآ كراسو عمليه الوان حاجة جديدة جدا ورقعة خالص وطعم حلو قوي. عمليه بلد شوكولت وحشيت كمان لها كم واحدة كده بتجدنا بحباش الشوكولاتة. ويبقى لأول مرة تشوفوا قناة بتاعتنا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. وزر التنبيهات علشان نوصلكم كل بديل. كده الكروسوم الاحمر. وهنعملوه مع بعض. وهنعمل مع بعض الابيض والخميرة بتاعتهم واحدة. نفس العاجين اللي عملناه في البتي. ودي المقادير اللي انا عملتها في البتي بالزبط. مع بعض انا معي هنا كيلو من الديق لجميع الاستخدامات. ومعي نصف كوباية من الزيت. ومعي كمان كوباية حليب او لبن آآ دافي. وهنشوف هنستخدم قد ايه موية. انا معي كوبايتين هنشوف هنستخدم قد ايه بالزبط. معي هنا تلات معلق من السكر. ومعي معلقتين كبار من الخميرة. وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر. وانا حطى رشة ملحة على اللي دي. بص اول حاجة انا هستخدم معي نصف كوباية كبيرة كده. هنزل بيها. هنا زي محاراتكم شايفين. بعد كده هنزل بالخميرة بتاعتي كيس الخميرة او معلقتين الخميرة. وهنزل بالتلات معلق سكر. وهنزل كمان بمعلقتين من الدي. واقلب الكلام ده كله بسرعة. تمام? وبعد كده هغطي وهسيبه في مكان دافي. لحد لما العجينة هتشوفوا اللي التخمير بتاعها هيعمل ايه? ده بيسهل معايا بسرعة الخميرة بتاعتنا او التخمير بتاعنا بيبقى سهل جدا. دي رشة الملح. وبعد كده هنزل بالبيكنج بودر. عليها. بصوا بقى. بعد ما سبتها دي قعدت بالضبط خمساشر دقيقة. قعدت خمساشر دقيقة وغطيتها بحاجة. وبعد كده آآ هنزل بقى بكل الملكونات بتاعتي. معايا كله الدقيقة. طبعا ان انا حطيت عليه رشة ملح وحطنت عليه آآ بيكنج بودر. ومعايا هنا نصي كوبات الزيت وكوبات الحليب آآ دافي. وهبتدي ان انا اقلب الكلام ده كله. تمام? بعد كده بقى هنشوف هعمل ايه? انا هحط بقى ايه? هنا كوباية مية. كوباية مية دافية. ازا انا بتاعتي كلها والعجينة تمام. اوي اوي كده. تمام? انا كده استخدمت بقى كوباية ونص مية وكوباية من الحليب. على الكيلو دقيق بتاعي. تمام? مع نص كوباية الزيت. هبتدي ان انا اسيب العجينة بتاعتي وهي هغطيها وحطها في مكان دافي. هنشوف هتاخد ميني وقت دي. بجد اخدت معي بالزبط الكيلو اخدت اخد معي ساعة الا تلت. ما اخدش احنا في شتة وفي عز الشتة وفي عز الساعة. بس بالتخميلة بتاعت ودي اخدت معي وقت بسيط. انا قبل كده عملته نص كيلو. اخدت معي بالزبط تلت ساعة. تمام? هنا بقى يوم تاني كنت انا عاملة نص كيلو بس عملتها آآ كروة صوم لون. تمام كده? انا معي العجينة بالزبط كده قبل ما تخمر. اخدت منها حتة صغيرة خالص. آآ على قد كرة صغيرة يعني. على قد التقطيع. وببتدي ان انا الونها باي لون حضرتك محتاجة. انا معي هنا لون فوشية. بغمقه. هيدي معي اللون احمر. آآ ببتدي ان انا اقلب اللون في العجينة بالزبط. اعمله اخلطه كده كوي. زي ما حالاتكم شايفين. تمام? لو عايزها غمقه بتغمق ايها بتحط اللون تاني وبتغمقيها. ببتدي ان انا اعجن اللون ده كويس مع العجينة. بحيس ان هو يبقى لون كل واحد. بحط شوية كمان علشان يبقى اللون بتاعه حلو. ببتدي ان انا اعجنها كويس جدا لحد ما اللون معي يبقى هو ماسك في العجينة كلها كده. هبتدي ان انا اهي هما خمروا معي كده ما اخدوش بالزبط نص ساعة بعد ما خمرت نص ساعة بالزبط. بنفس العجينة انا قلت لحضراتكم. هي نص كيلو ما اخدتش نص ساعة. تمام كده? هبتدي ان انا اهي دي كمان اللي انا لونتها. هبتدي ان انا اقطع العجينة بتاعتي. آآ على كام كورة بقى? العجينة الاولانية اللي انا قطعتها آآ قطعتها آآ على آآ ستاشر كورة. دلوقتي دي نص كيلو بقطعها على تمن كور. تمام? الكيلو بتقطع على ستاشر. النص كيلو عملته على تمن كور. تمام? آآ طبعا سبعة والتمنى ديت اللي هي للالوان. تمام? ببتدي ان انا طبعا انا رشة دقيقة على الرخيمة. ببتدي ان انا آآ بلنا الشابة. افردها كده زي ما حالاتكم شايفين بالزبط. بافردها بحيس ان هي تبقى آآ دايرة مزبوطة. تمام كده. آآ والصمك بتاعها ما يكونش رفائع قوي. آآ بعد كده ببتدي ان انا بجيب طبق ورش عليه دقيقة. وبقى علشان بحط عليه آآ معي. العجينة كده علشان ما تمسكش. لانها حط التمن كور على بعض. علشان ما تمسكش في الطبقة. ببتدي ان انا معي هنا زبدة ومسيحها في الماكرويف. آآ وببتدي ان انا ادهنها بالزبدة كلها كده كويس جدا علشان آآ الدهنة بتاع الزبدة دي هي اللي بتعمل معي التوريقة بتاعت الكروسون. او التوريقة اللي فيه او الملتو. تمام? ببتدي ان انا اعمل معي العجينة بتاعتي كلها التمن كور. افردها آآ بنفس الطريقة. وببتدي ان انا احطها عليها وادهن آآ بزبدة. آآ ببتدي ان انا اكمل كل الكمية. طبعا النص كيلو زي ما ارتل حرارات كم بعمله على آآ تمن كطع. ببتدي ان انا آآ اعمل التمنية كلهم كده. لكن اخر واحدة ما بدهنهاش اللي هي الملونة دي. خلاص كده انا عملت السبع كطع كلهم معي. تمام? والاخران هي هحطها وما بحطش عليها الزبدة في الاخر. بس بها كده. ببتدي ان انا حطهم بقى في التلاجة لمدة ربع ساعة زي ما حراراتكم شايفين كده. هدخلها التلاجة لمدة ربع ساعة بحيس ان هي الزبدة تمسك معي ربع ساعة بالزبط هو هخرجها نفردها مع بعض. تمام كده? انا بعد ما خرجتها اهو من التلاجة. تمام? ببتدي ان انا افردها برضو على دقيق كده خفيف على الرخامة. هبتدي ان انا اعملها بالنشابة. وهفردها دايرة كبيرة. زي ما حراراتكم شايفين كده بالزبط. هتفرد معي كما تقليش خالص. طبعا الزبدة بتساعدنا ان هي تفرد وهتبقى معي بالصمك كده. بعد كده ان انا بقى هجيب آآ معي آآ هقطعها. تمام? زي ما حرارك شايفة كده بالزبط الصمك بتاعها. بحيس ان انت ايه ما تكونش تخين او. معي قطعت البيت زي ببتدي ان انا اقطعها كده. انا هقطعها معي ستاشر. احنا عملناها آآ تمانية. هبتدي ان انا اعملها معي ستاشر آآ ستاشر مسلس. تمام? هبتدي ان انا اعمل. اقطعها معي ستاشر مسلس. زي ما حرارك شايفة كده بالزبط. وهقول لحضراتكم هنعمل ايه? انا طبعا آآ هعمل آآ الاكتر الاغلب منه بالشوكليت. تمام? آآ وهعمل لها كم واحدة كده بالجبنة لان انا احباش الشوكولاتة زي ما حرارتكم معارفين. وبتدي ان انا اعملها كده من تحت زي ما حرارتكم شايفين كده بالزبط. تمام? بحيس ان انا لما ايجي الفها آآ تبقى مزبوطة معي. هبتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية مش هعمل على الناحية الملونة. طبعا عشان الناحية الملونة دي تبقى معينا هي الفوق. انا معي هنا نوتلا او اي شوكولاتة او جبنة او اي حشو حالك حباه. هبتدي ان انا اعمل من الجنب ده والجنب ده لبرا كده زي ما حرارك شايفة. وهبتدي ان انا الفها بالراحة كده. ولما باجي بالف باشدها من الناحية التانية كده بالزبط زي ما حرارك شايفة. والفها كده. تمام? بتبقى معي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالزبط ده. تمام? هبتدي اعمل مع حضراتكم كمان واحدة. هبتدي ان انا اجيب انه وتلخوا وحطاها كده على الناحية البيضة. طبعا عشان لو عملتها عن ناحية الحمرى هتبقى الناحية البيضة هي اللي من فوق. لكن احنا عايزين الشكل الاحمر هو هو اللي هيبقى من بره. ببتدى ان انا عاملها من الجنبين كده وابتدى ان انا الفها معي. وشد كده من ناحية الثانية بحيس ان هي تبقى مزبوطة. تمام كده. بالشكل ده. تمام كده. واحدة كمان اهو. من الجنبين كده اخليهم لبرا زي ما حارك شايفة كده بالزبط. وابتدي ان انا الفها بالشكل اللي حارك شايفة ده واشدها من ناحية التانية. تمام كده. وشاك كده بالشكل الجميل ده. بيد معنا شكل حل. تمام. هبتدي ان انا اكمل الكمية بتاعتي كلها. ده كمان الابيض انا كنت عاملة منه جزء ابيض وجزء احمر. بنفس الشكل. نفس التقطيع ونفس كل حاجة. حطتهم كلهم على بعد. وبابتدي ان انا اعملها كده. من من وراه. وابتدي ان انا احط الحشو بتاعي. وبتدي ان انا زي ما حاراتكم شايفين كده بالزبط. ده على فكرة ان الابيض ده كنت عاملة في مرة تانية. آآ في يوم تاني خالص بعيد عن الاحمر. ده اللي انا كنت عاملة مع حضراتكم مع البتي Ram. وهسيب اللي حاراتكم من ننسك في صندوق الوصف. بابتدي ان انا هحط ورق زبدة زي ما حاراتكم شايفين كده بالزبط. وهارسهم وابتدي ان انا اغطيهم بكيس واسبهم ساعة ونص كمان علشان يخمروا معنا. ساعة ونص بالزبط او بعد ما يخمروا مع حضرتك ممكن ياخدوا من ساعة لساعة ونص اخدوا معايا ساعة ونص تخمير تاني ببتدي ان انا الفهنة الاخرانية دي عملتها كان بقي معايا حتة عجينة فعملتها اهي عملتها نفس نظام البتي اللي احنا عملناها قبل كده. وابتدي ان انا اغطاها واسبها تتخمر بعد الساعة ونص هوريها الحضراتكم عملت ازاي? تمام? بصوا بقى بصوا بعد ما خمرت معانا يعني حجمها عمل ازاي? تضعفت معانا? زي ما حارك شايفة كده. انا معي هنا صفار بيضة وعليها فانيليا. تمام? الفانيليا بتاعتي غمقف عشان كده لون هعمل كده. فانيليا وصفار بيضة ومعلقتين لبن. وابتدي ان انا ادهن معي الكراسون بتاعي كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام كده? ببتدي بقى ان انا بقى ادخل بعد ما ادهنه كله ببتدي ان انا ادخله الفرن على درجة حرارة مية وتمانين بياخد معي خمسة وعشرين دقيقة او على حسب درجة حرارة الفرن بتاع حضرتك. تمام? كده الكراسون اهو شكله معايا. وحاجة جديدة جدا وهتعجب آآ كل اللي يشوفه. بعد ما خرج معانا من الفرن ده كده شاكله شايفين التوريقة بتاعته شايفين شكله عامل ازاي? حاجة جميلة جدا وجديدة جدا جدا. وشكله اهو. يعني بيتكلم. صراحة حلوة اوي كمان علشان احنا في مدارس. حلوة اوي. آآ مكان السندوتشات حاجة جديدة كده تغيير. ده كده بقى اهو شايفين شكله عامل ازاي? وهوريل حضرتكم شايفين من جوة التوريقة شايفة التوريقة بتاعته اللي فيه. وشايفة انه طيلة عاملة ازاي? حاجة جميلة جدا وسهل وحاجة مضمونة ومعمولة في البيت. والنص كيلو. النص كيلو عمل معي. ستاشر واحدة كروة صون. والابيض طبعا عملته مع حضراتكم قبل كده في فيديو البتيه. هاسيب لي حضراتكم لينك البتيه في صندوق الوصف. اتمنى بقى تكون الحلقة هجابتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. مع تحياتي. مع تحياتي نجلاء الحميد. مع تحياتي نجلاء الحميد.